بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم مشابهة بركيه أهلا بكم في فيديو بديو من ديوهبت كورس من ميكروشفت عجر أدنستراتر اجزام من عيزة باش وان دير فور أدقنا مع بعض الكورس من فترة ولازلنا مكملين مع بعض بإذن الله تعالى إن شاء الله ونقدر الله لنا البطاقة إن شاء الله بإذن الله نكمل باقي الفورس بإذن رب العالمين يعني إن شاء الله أبنى بس ما نبدأ في الموضوع النهاردة أي حد بنتاج أي حاجة أي وسيلة للرسائل والتواصل بتاعتي موجودة تحت فيديو ده روضي التواصل معايا بإذن الله كل الناس اللي بتسأل على التواصل اللايف المدفوعة التواصل بيكون عن طريق رقم الواتساب كل ده روضي التواصل معايا وبشارتنا في أي وقت إن شاء الله ما تنسوناش من الدعم اللايف والشير وما تنسوناش من دعوة صالحة بظهر الجديد يلا بينا نبدأ السيشن بقاعتنا النهاردة أكلمنا المرة نتابق على البرتوال ماشين وقاللنا بشكل فيريتكا يعني كل الفيتشورز تقريبا لسه نزلنا مع بعض مكملين في زي الحصة بالأجر البرتوال ماشين هنبدأ نهاردة بإذن الله نحن نتابق على البرتوال ماشين عن طريق البرتوال ماشين فيها فيتشورز كثيرة تقريبا بتشتغل بالميكشوف فاندوبس زي ما احنا شغلين من المعضاء يعني اللاب هنعمله بميكشوف فاندوبس في لبات باب ان شاء الله بإذن الله هعملها بالبات اكاونت بتاعي ولكن اللاب بتاع البرتوال ماشين زي الناس اللي ذكرت معايا من الكورس الازف المانضر بالأجر البرتوال تفتيتي هنا على virtual machine او هنتعمل search عنها في search hooks وندخل على virtual machine بعد كده هديقي نقول له هنcreate other virtual machine هنجي في الأول كده other virtual machine هنا الـ subscription بتاعنا ورسورة بتاع بل sandbox وهنا هنجي ال virtual machine هنجي مثلا daisy ونجي full virtual machine name بتحضرت تكتبه هنا على البنت وهو كمان يبقى المachine name من طبع بعد تعمل ها execution هنا لو افتح على parts of island اي حاجة هي جيبلك التفاصيل الخاصة بالنقطة دي او الجزئية هنا بيقول virtual machine agile have to distinct name virtual machine name is to agile resources identifier and guest host name queen infrared vm and the portal فال الاثنين هنا هما نفس name which is virtual machine which is host name and machine which is on the portal portal and we have here region third and we have here as we have some time and we have the resource in region and on the region فبتختلف بناءً على معاملات اكتر غداً اهمها الضرائب واسعار التغربة واسعار الانترنت واسعار الخدمات في الدولة اللي انت حاطت فيها الديمية بتاعتك هنا بناءً على الريجنس بنشطر الكلام ده فلي بالك ان في بعض الريجنس مشكل الـ sizes بتكون متعمل في بعض الريجنس مشكل الـ sizes بتكون متعمل طيب رابع كده هنا الـ availability options نجدها قدام شوية زي الـ availability zone والـ availability set نبدأ نتكلم قدام شوية والـ virtual machine skill set نبدأ نتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله بإسم الله تعالى هنا الـ security 5 لو انت عايز تعلق الـ security خلي الـ vmd confidential هنا لو جيتنا عليك الـ standard هنا فيها الـ basic level of security هنا كمان الـ trusted launched virtual machine اللي بيبقى فيها الـ generation 2 virtual machine المور secure زي حاجات اتخصة بين الـ boot والـ secure boot والـ virtual machine trusted platform model اللي هو الـ virtual dbm كل ده بيكون موجود في المشينة دي فهيبني ما تميك فيه من الـ apex اللي بيتم من مين عن طريق الـ boot او عن طريق الـ pfl لك الـ secure boot هو الـ virtual trusted platform model خلينا في الـ trusted launch virtual machine model هنا هنا هتقدر تختار هنا الـ operating system بتاعي الـ operating system بتاعي الـ operating system بتاعي انت ممكن تختار اي image موجودة في المركة تاضي المركة يعني انت ممكن تختار virtual machine VERY widely implemented وستنظر لسيكل سيرفين ويوجد عمل سيرفين الإمتماعين على سيرفين 2011 هنا هي البيئان فإن تحضر مخريفين على داخل سيرفين أعتبر كما يت أنت عندك multiple virtual machines إمجز تستطيع منها كما أنت عايز طيب إحنا ممكن نستطيع هنا الwindowserver لو نستطيع من الwindowserver نحن لديك versions كثير من الwindowserver كما أنت عايز ممكن تستطيع الwindowserver وكثير منها عادي كثير من المشكلة هنا كما نستطيع منه من الامج التي تستطيع منها على الـ other port إحنا نستطيع مثلا Windows Server 2019 لديك سنزر ال-bm-architecture 64 طبعاً هنا باب يقول لك السائز إيه قصة بالـ size ده نلوغي نوغي 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 بالـ sizes إذا كنت تختار الـ computing resources بتاعك اللي هي الجزئية بتاعت الميموري والجزئية خاصة بالـ processor والجزئية خاصة بالـ fixing storage الـ operating system storage الـ managed disks بتاعتك كل الكلام ده انت بتددد تختار هنا من الـ size في مجموعة من الـ sizes هي مختلفة وغير ما اتكلمنا في session هنا إنت بتختار size يعني say أنا لو ونخترت V2S V3 Db for General Burgess نقوم لديك هنا كvirtual cpu اثنين virtual cpu رام ثمانية gate ram الديتا ديسك ستا هو الامجيس 4 بعد كده الديتا ديسك ستا 4 هنا عملك maximum input output 3 و 2 local storage 7 الpremium disk sub blockage ودي القوصد بير ما إذا كنتم شغالها 24x7 في عملك شوية تابلكي في شوية sizes كثير جدا في مثلا لو كنتم هنا قلت له فيه look by policy هيجيب لك virtual machine وطبعا هو منعها عن طريق الadger policy على ال subscription دوك هنا لو رأتنا مثلا مدين الديتا جرام عشان تستغلاف الكبير وهو بديك العشان تستغلاف تتعلم الاسم يجرد انت شيء يقول لك عشان تكريت ماشين 132 جرام وتكريت ماشين سيبتنسى 50 جرام لا هو بديو لك الديتا جرام بس بحيث انت يعني عندك ماشين هو في تحطت 0.75 في 1 جرام ممكن تستخدمها ليه لي يعني تستخدمها استخدامات بسيطة بس كما عايزة كريت نصلا virtual machine من image موجودة قبل كده او عمل بخلص ب snap shot من vm وبكريت vm تانية من hard disk يعني كل الحاجات دي متاحة زي ما شيفين كده مثلا دي virtual machine الـ size بتاعها M 416 ms scurgeed underscore virgin فول لو انت جيت حضرتك هنا كده بص virtual cpu 416 virtual cpu ١١٠٠ جيجا يعني ١١١٠ ١١١٠ ١٦٠ ١٦٠ طبعا ماكسموم انت تعود بتصرار كامل كل مية فزاة بلدين طبعا أكيد السعر بتاعها يبقى عالي ولكن الماشين انت تشوف انت تقدر تعمل بها ايه و هتشترك ازاي و هتشترك معك في البزنس ازاي طبعا هنا من تهمي من الحاجات اللي بتفتر على الوست بصو بي الـ size الـ virtual machine هو من الحاجات المهمة جدا 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 اللي بتفتر على الوست بتاعها فانها مسلا هنقولو d2s virgin 3 2 virtual cpu 8 jk ram هنا بقى هنبدأ نيديدو الـ user name و ال password الـ user name و ال password هنقوم بتديهم له هنا دول دول ان هيكونوا الـ administrator بتاع ال vm انت حضرت لما فيك تعمل ارجام و ترقصت على ال virtual machine هكذا تضطل الـ user name و ال password هنا نبدأ نبديل الـ user name و ال password بعد هنا تقول لك هنا الـ allowed words هنا الـ allowed words دي تبقى مفتوحة في الـ NSG او ال Network Security Group و يتتلب عليها ان شاء الله بالتفصيل لما نجي لكي سيئات خاصة بي الـ networking ولكن المشين دي لو انت محتاج ان انت تفريرها عليها اي حاجة زي مثلا انت هتحط عليها web server مثلا فانت محتاج تفتح الـ htp الـ htps احتاج تكون انت تفتح عليها الـ ssh على الـ report 22 فانت تفتح من الـ ssh فانت تفتح هنا دول بـ select books فبعد كده نقدر نقدر في الـ MSG او الـ Network Security Group في الـ books التي نقدر نفتحها على المشين دي هنا بي اسألك على الـ license وتقول له وانت محتاج تفتح بي اسألك من وانت تفتح لدي الـ مرت semi ماشين في virtual machine disk والتي سيكون بدل مواني سابعة عشر يبقى الواتين سى وامسين هنا الوباسة الإسلس الخائبة وكلمنا على البيسخص المنزل خاصة بيال الستوريج هنا نعم بلقي نعم SSD ويجلبا نعم الإسلاد للسد ونعم السد ونعم لسهما نعم بلقي نعم السد يستمتع لأحصر بلقي نعم السد لكن النيوم السد بسك مركز و أكبر الكتمين ، قليلاً و أكبر الكتاب أن أتحرك من التواصل , فاقيمة من الحديث ، حتى يكون الشكل يتمكن من التواصل ، فسيكون دائماً بسكرة كمية ، فنحن نشطر على المضاقة السد ، صحيح الرئيس هنا يقول لك delete with virtual machine يعني أنا دماغا كلميتم virtual machine عشان نعمل delete للVM هو هنا بيقول لك دلق الدسك ده مع virtual machine طب لو دسك ده كتا مش عايز تدلق الدسك ده شيء اللي شيء بوقش ده خيستما تيجي تعمل delete للVM بس مش هدلق دلق دماغا delete VM هو مش هيددلق معه ودسك هكتا موجود وهقدر عمله أكتش وأصاني لي فيما تانية زي ما نشوف إن شاء الله باسم ذات عائلة هنا الkey management هو هنا الplatform management الkey أو أنت تشتغل بالcustomer managed key نتفوق الkey بتاعك لي الإنكريبشن بتاعك لكن هنا هو بيشتغل بالplatform managed key بتاع مايكشوفت اللي هو موجود هنا في managed key هنا أنا أقدر أضيخ data disk نقدر أضيخ data disk طبعا هنا يقول لك أن أنت تقدر تـ enable الـ ultra disk gompetability أنت يتبقى gompetable مع الـ ultra disk ونتكلمنا على الـ ultra disk ده في المساحات الكبيرة جدا في المساحات التنزينية ونتكلمنا على الأقرار بين الـ هنا لو أنت عايز تـ attach new disk يبقى data disk زيادة الـ ultra machine أول أن نبدو يبقى فيها موضوع من الـ ممكن مع أي رسطارت مع أي افضيت مع أي حاجة على اواتيش عندهم حاجة بيعني غير رسطارت مثلا يشيء data اللي موجودة دي ويبدأ بعد كده من الـ يبدأ لحفلة الـ data disk فاقفك هنا ممكن نقبل نضيف data disk والماشين كمان نقبل نضيف data disk هنا ممكن نضايق عليه هنا في الـ الـ الجزية الخاصة بـ الـ نحن ندوم بمكمة على virtual network وعلى submit virtual network ندرب نفقية virtual network خاصة بنا عن طريق ونكو نفق على submit معينة عن طريق البردو وعن طريق الخاص بيها بسوة هنا لما مرقاش أنكنا نكريتين أي virtual network قديمة هو automatic carrier virtual network بإسم virtual machine وبعد كده على الـ Default بتاع الـ PM نفسنا الـ Subnet Default المختارية والجوشف هو بيديه Virtual Machine Public IP Public IP يعني إيه إنت بيديه Public IP للـ Virtual Machine دعا ترينيه Public IP إنت تقدر تسترد من السيروس تقدر تكونيكت ريمو ديسكتوب عليه هنا Network Security Group الـ Basics وهنا الـ Inbound Books نحن اخترناها في الأول جابهالك هنا تاني في الـ بصة الـ Networking هنا بعد كده في الـ Management لو أنت عايز تعمل الـ Login في الـ Enter ID لو أنت عايز تعمل Auto Shutdown لو أنت في وقت معين المشين دي تعمل لها Automatic Shutdown لو أنت عايز تعمل الكلام دا بعد كده هنا في الـ Management لو أنت عايز تـ Enable Recommended Alerts لو أنت في أي ألرت أنت عايز تعمله هنا هنقول له Enable with Managed Storage Account Recommended وهو يعمل Diagnistics للـ Boat حيث أنه في أي فالير أو أي حاجة حصلت في الـ و المشين بتقوم نقبل نعمل Diagnistics لـ Boating Errors المشكلة اللي حصلت فيها تاني هنا في المشكلة الخاصة به Advanced Extensions إن أنا أعايز أقوم الـ Virtual Machine ممكن أقوم الـ Virtual Machine بـ Extensions معاين أنا أقدر أضفها و أستغيل لها داخل الـ Virtual Machine دي تأس أنا أقوم الـ VM مثلا عن طريق إن نحنا نكريات المشين دي تقوم بـ مثلا Agent إن أنا أقومها بـ Script معاين أقومها بـ Agent معاين كمان لو أنت عايز تحق تـ تقوم بـ Tags أي شكلة ندفع تقوم بـ Tags اللي حصلنا عليها هنا بيقولك Review and Create Data ويقوم بـ Review الـ Options اللي نستطر لهم هذه كلها بيبدأ يعدلها هنا بيقولك Validation Bus ومجردها بيقولك Validation Bus وهي دي كالتفاصيل بتاعك الـ Virtual Machine بتاعك اللي نتعب بتاعها ID subscription ID subscription Virtual Machining تراجع طبعا عن الحاجات اللي انت افترضتها دي كل الحاجات اللي احنا افترضناها في الـ VM دي كمان بالدنيا زي الفلم نبدأ نقوله هنا Create يبدأ يـ Create الـ Virtual Machine دي تقدر تقوله Download الـ Templet دي فوربا الـ Automation وتبدأ بعد كده تـ Create الـ Virtual Machine دي ممكن نقوله هنا Download الـ Templet ونبدأ نـ Create من الـ Templet بشكل طبيعي بعد كده نبدأ نقوله Create فهيبدأ يعمل لي Create الـ Virtual Machine بتاعتنا على Azure Portal فهي نبدأ لك هو تـ Create الـ Virtual Machine هاي دي كانت تقوله Initializing Submitting Deployment ثم احنا نتكلم بالكلام ده في الـ 900 ولكن كان الـ Create بتاع الـ Virtual Machine بشكل سريع لكن هنا في الـ 100 وربعة لازم في تفاصيل فهي تتقل الـ Deployment هنا بقى In-Burgers يبدأ يعمل لك Deployment للـ Virtual Machine دي بتاع الـ الـ بتاع الـ الـ وهنا يبدأ الـ الـ IP Network Security Group و الـ 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 بطاعة المادة المادة الـ هنا خلاص ملاً تشايفين كده ولكن الـ تم الـ الـ بطاعة هنا هنا تقدر تقوله هنا go to u-source وهيفتح لك هنا ال virtual machine بالتفاصيل اللي بتاعتها كلها موجودة هنا نبدأ انتريج مع بعض التفاصيل ولكن يلاقينا نترجم ال connect عليها اشياء. هنا يجي هنا تاخد copy لل public id دوت. هنا في remote. يبدأ يبقى user name of the password. تقوم بيضا different account. التعامل اللي احنا اقومه في other booktube. تقوله هنا البسطور اللي احنا اقومه برضه في object booktube. هي بدأ يعني login remotely على virtual machine اللي احنا اشتغلنا عليها. وعملناها زي ما نشايفين قدام كتولة خلاص. انت كده دقيقة كد نكتب على ال virtual machine. هيبدأ يفتح ال video saver بشكل طبيعي. تقدر تستخدم ال virtual machine عادي جدا بشكل طبيعي. مفيش اي مفتيلة بطولس. كده احنا خلصنا ال session بتاعكم المهاردة عملنا create the virtual machine. بالتفاصيل اللي بتاعتنا. استعملنا ان شاء الله في باقي الكورس. وختما لا تنسونا من صالح دعائكم. دعوة صالحة بظهر الغير. التوفيق لجميع بإذن الله. ربنا وفاكم جميعا. السلام عليكم. بذكروا كويس. الله بإذن الله مستقبلكم يبقى كويس. وفرقكم يبقى سالك بإذن الله تعالى. رب العالمين. ربنا وفاكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاكم بإذن الله. اشتركوا في القناة